تبرز التناقضات في كينونة العرب في إسرائيل بشكل خاص في حالة مثلييج جنس الشباب تعمل حنين في البيت المفتوح في القدس مركز جماهيري لمثلييج جنس العرب واليهود وشاهدت الصراعات في المجموعة الفلسطينية التي أرشدتها كثير مثليين فلسطينيون بخطواتنا الأولى للمجتمع المثلي طبعا أنه نوادي بتال أفيف أو لقاءات بتال أفيف هي كثير هواينة فأنه كثير هواينة عليك أنك تغير قسمك تلبس غير تحكي غير بقدر أوصفها يمكن أنك بتصير سلعة معينة سلعة اللي بتقدر تبيعها هويتك الفلسطينية تقدر تبيعها عشان تاخد هوية تانية فأنه هويتك الجنسية بتصير على حساب هويتك الفلسطينية وبتخيل المجتمع الإسرائيلي المثلي بواجه كتير 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 صعوبة أنه يتقبل بشكل صادق المجتمع المثلي الفلسطيني مع كل هوياته فإذا أنت بتكون مثل فلسطيني اللي بتحكي عبراني اللي فيش حاش تحكي عن سياسي بتجيبش هوياتك التانية على المحادثة على اللقاء على علاقة الحب يمكن على النوادي فإنه أنت مقبول ولما بتبدأ شوي تكشف يمكن عربيتك يمكن لغتك يمكن الغنان اللي بتحبه يمكن من تاليو التاني فهم بتخيل بتصير المشكلة وبتخيل أن المجتمع الإسرائيلي بعد في عنده مشوار كتير طويل أنه يتقبل المجتمع المثلي الفلسطيني والمجتمع المثلي الفلسطيني عنده مشوار أكبر أنه يكون يفتخر بكل هوياته أغلب الأشخاص بيختاروا أنه ما يطلعوا من الخزاني لأنه الإشي بتخيل فيه ثمن اجتماعي هائل اللي أنت كالشاب اللي عمرك 18 أو 22 اللي بعلاقة وطيدة مع العيلي مش بس علاقة تبعت عواطف وأحسيس العلاقة كمان اقتصادية علاقة أنك أنت مش مستقل لأنك أنت جاي من المجتمع اللي هو مجتمع اللي بفضل مجموعة عن الفرد في صلة وطيدة بين أسئلة تبعت جنوسية وهوية جنسية لبين أسئلة تبعت هوية قومية وهوية سياسية وهوية اجتماعية ومنقدرش نفصل بين الإشياء بتخيل التحدي تبع يمكن المجموعات اللي أنا بشطل معها والمجموعة القيادية تبعت المشروع أنها تقدر تجيب هدول السطين وتقدر تعطي محل لهدول السطين وتقدر كمان تطور هوية مشتركة بدون ما تتنازل على قول واضح حول مين إحنا وإشه اللي يمكن الأجندة السياسية تبعتنا والاجتماعية عشان إحنا منحس إنه إحنا قسم من المجتمع بس بتخيلنا بتقدر تقول أنه هذا العنوان الكبير تبع التحدي الأكبر تبع المجتمع المثل الفلسطيني